النهاردة كابتن عصام الحضري أعلن أنه رايح يدرب المنتخب السوري كمدرب حراس مرمى مع هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر اللي تولى النهاردة تدريب منتخب سوريا ومعه محمود فايز اللي كان موجود أيضا في الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر هيكتور كوبر هيبقى معه محمود فايز وعصام الحضري كابتن عصام الحضري عمل بيان وقال في أسباب الاستقالة من المنتخب الأولمبي وقال عمل إيه يعني عشان بس دي حكاية يعني أحكي لكم حكاية بس لما نخلص البيانات الأول عصام الحضري قال في بيان بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبه كمدرب لحراس المرمى متجها لخوط تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان كابتن محمد براكات ومستر ميكالي ركز بس في الكلمتين دول عشان اللي بعده بعد استئذان كابتن محمد براكات ومستر ميكالي الموديل الفني للمنتخب الأولمبي سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واكتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فتراتي لعبا أو مدربا أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم منتخب مصر الأولمبي وأتوجه بالشكر أيضا لميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوات المقبلة طيب ده بيهان عسام الحضري اتحاد الكرة بقى رد عليه رد قاسي جدا جدا أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم كبول اعتزار عسام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي عن عدم استكمال مهمته مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن عسام الحضري تواجد في المعسكة الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها ولم يختر الكابتن محمد بركات ولم يختر الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب عسام الحضري بيقول أنه أخطر محمد بركات تحدي الكرة بيقول أنه لم يختر محمد بركات ويقول كمان أنه ما أخترش أي من أعضاء المجلس بمفاوضاتهم مع الجانب السوري من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مقبل على مباراتين مصيرياتين أمام زنبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في شهر مارس المقبل وهو ما يدفع الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري مستنكية الإجدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوكة كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي خلفاً للحضر إيه بقى الكواليس؟ الكواليس بص يا جماعة كده كده عسام الحضري كان عايز يمشي من المنتخب الأولمبي منذ فترة ده لأكتر من سبب أولها حصوله على راتب شهري هو شايفه مش كبير ستين ألف جنيه ده فضلاً عن توطر العلاقة بينه وبين الكابتن محمد بركاته وميكالي بسبب كثرة رحلاته الأخيرة وخص مراتب شهرين منه في الفترة خير بسبب كاس العالم وتقطيته لبطولة الخليج أيضاً في إحدى القنوات الحضري قال لميكالي فعلياً يعني أبلغه أنه عنده عرض من المنتخب السوري ويرغب فيه الرحيل وأنه هيحسم موقفه خلال ساعات لكنه لم يخطر الكابتن محمد بركاته بالأمر قبل أن يتفاجأ الجميع بإعلال اتحاد السوري تشكيل الجهاز الفني للمنتخب السوري ومعه الكابتن عصام الحضري حاجتين بس على الهمش أول حاجة أنه الكابتن أحمد فوزي الحارس الأسبق لألالي منشح جداً أنه يتولى هذا المنصب مضارب حراسي للمنتخب الإنبي بدلاً من الكابتن عصام الحضري دي معلومة حاجة تانية رائشة حاجة تانية رائشة طبعاً طبعاً عندي لوم على الكابتن عصام الحضري بصراحة عصام الحضري ده أسطورة أسطير الكرة المصرية في حراسة المرمى فيش خلاف على ده فيش خلاف فيش خلاف خالص مع منتخب مصر الأول اشتغل مدرب حراس مع منتخب مصر الأولمبي اشتغل مدرب حراس كلاعب عمل إنجازات عظيمة ولا تحصى مع منتخب مصر الأول فإسمي كبير مفيش خلاف فأنت تحديداً وإنت رمز كبير للكرة المصرية لا ما تسيبش دلوقتي ما تسيبش هو المنتخب الأولمبي رايح في مهمة كبيرة أمام المنتخب الزمبي طيب ده حتة أسام الحضري عندي بقى حكاية ليه علاقة بالتحاد الكرة بتجنني بتجنني اتحاد الكرة الحالي وما صبق اتحاد الكرة الحالي وما صبق من اتحادات لما بيجوا يشغلوا مديرين فنيين مصريين في إدارة المنتخبات الوطنية وأجهزتهم المعاونة ما بيمدوش عقود بيحصل إيه كرارات تعيين بنتب شهري دون عقود ده يا جماعة ما ينفعش يحصل وإحنا في 2023 حتى لو مدرب مصري يعني بصراحة شديدة لا لهم أبدا على منتخب السوري بالنسبة له مدرب ما عندوش عقد فطلبته فوته خدته أي منتخب بقى منتخب سوري منتخب فرنسا منتخب أسبانيا عايز ياخد أي حد من عندنا نيجيريا سنغال أي حد برحته ليه وهم مش مرتبط بعقد احنا نفسنا هنعمل كده يعني لو عندي مثلا حد عايز أفوضه مدرب أجنبي لمنتخب لأي منتخباتنا هو بيشتغل في المكان تاني بس مش مرتبط بعقد تم مفوضه أي مشكلة ما مش مرتبط بعقد ما فيش أزمها فالعيب عندنا ما فيش حاجة يسمعها كده ما لو مرتبط بعقد مش هيقدر يسيب العقد بتاعه ويمش إلا بقى بشهود جزائية وخلافه بس إيه يعني إيه أصلا حد بشغال في جهاز فني المنتخب مصر ولمبي بقى وأول ويبقاش عنده عقد فيش ركا مع الكلام ده في 2023 العشم ده مش شغل احترافي لو ايه ما هم در بمصر بقى مننا وعلينا مش هيسمنا ويمش ما فيش الكلام ده خلاص خلاص يا جماعة خلصتنا من الحاجات دي ممكن الكلام ده كان يحصل من 20 سنة أفهمه يعني لكن دلوقتي لأ كل واحد بيشوف في القفل أو العرض الأحسن بالنسبة له وبيروحوا قدامنا مش مرتبط بعقد فكرة إن عسام الحضري ما كانش ليه عقد دي حاجة مش حالو بالمناسبة مش عسام الحضري بس معظم مش معظم كل المدربين المصريين ما لهمش عود خالص خالص حتى المدربين المصريين اللي عبلي كده في المنتخب الأول والمنتخب الأولمبيو كل الناس دي ما فيش عود هو قرار بيطلع من اتحاد الكرة بتعيين فلان الفلان ويتصرف له لاتريب شهري عقد بقى ممضي وانت معنا كم سنة وما فيش الكلام ده ما فيش ممكن يكون حصل بس في حالات نادرة ويبقى من طلب أو بطلب من المدربين نفسهم مش من اتحاد الكرة اللي المفروض يحفظ حقه ما بيحصلش طيب